تحت رعاية سيادة المطران بشار ورد رئيس أساقفة أبرشية أربيل الكلدانية انطلقت في الجامعة الكاثوليكية في العراق فعاليات الشبيبة المركزية لأبرشية أربيل الكلدانية تحت شعار شركة ومشاركة من أجل كنيسة سينودوسية شارك في اللقاء أكثر من 1500 شاب وشابة من مختلف المحافظات في أكبر تجمع للشبيبة المسيحية في العراق وتضمنت الفعاليات كلمة للمطران ورده ومحاضرة بعنوان مفهوم السينودوس قدمها الأب شرب الشدياق القادم من لبنان إضافة إلى أمسيات شعبية قدمها الأباء الكهنة والرهبان المرافقون للشبيبة حضر الفعاليات عدد من المطارنة والأباء الكهنة والرهبان والراهبات وشخصيات دينية ورسمية وشعبية